أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة أينما كنتم هل يكون أستاذ القاهرة هو جسر الأحلام الذي يحمل أمال المصريين إلى قطر إبراهيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي ومواد يتجدد معكم في لقاء الخميس الحلقة 745 أظن ليلة الفرح بإذن الله تعالى ليلة الفرح وليلة بإذن الله السعادة كلها للجماهير المصرية بكرة إن شاء الله ويتحول أستاذ القاهرة من أستاذ الرعب لأستاذ الفرحة بإذن الله أنا بس كلمة أستاذ الرعب دي بتغزني قوي أنتي لأك لا ما فيش حاجة اسمعه أستاذ الرعب ونعيش نفسنا إحنا إني اللي جيلنا هنا أهلا أستاذ الرعب أستاذ الرعب في إيه أستاذ الأمل menos أستاذ المساندة استاد الدعم ماشي هناك ألف متفرق فيه فيه فرق أفريقية كتير يا استاد برئيسيبك من الكلام ده احنا نقعد نوهم نفسنا بكلام مفيش حاجة كده لاني ده وكأنه يعني لا استاد الرعب يعني فيه بنصدر حالة غلط إلى الضيف احنا استاد بيدعم فريقنا وبيستنفر هممه وبيحمل كل طموحات المصريين إلى أرض الملعب ماشي وأن الجمهور هو اللاعب رقم 12 زي بعضه كل ده بقبله لكن كلمة استاد الرعب أنا ما بحبهاش وكأننا بنلجأ إلى السنين ممكن ما تحبهاش لكن المؤكد أن هي الحضور الجماهير الكبير جدا كل اللعبة عارفة أنه ده بيأثر بشكل مواجهة عجبني جدا أقول لك على حاجة قبل ما ندخل كابتن هنا رمزي قبلنا وهو في بداية الحلقة بتاعته فاصل حكاية استاد الرعب فقال يا جماعة أنا لعبت للمنتخب كتير جدا أي فريق أفريقي كان بيجي لنا استاد القاهرة والمدرجات مليانة كان بيقل على الأل 20% من قوته بسبب الحضور الجماهير الكبير في الاستاد عشان كده كان زمان عشان كده ما هو أنت النهاردة زمان يعني يكون أننا نرجع نبقى أكتر من 60 ألف متفرج لأول مرة في الاستاد الناس عتدت اللعبة عارفة أنه ده مؤثر عليهم بشكل قوي نتمنى إن شاء الله إحنا أهم حاجة أن يكون مؤثر بشكل إيجابي علينا إحنا لينا لأن استاد رعب إحنا مش بنصدر العنف عمرنا آه لا ده مش عنف ولكن بإذن الله تعالى كل المسندة والدعم للمنتخب الوطني غدا في استاد القاهرة الدولة إن شاء الله إن شاء الله هذه الحلقة مهمة لأن جاية في توقيت أكثر أهمية وهذه أبرز عنوين مقالي ومقاله الاعتذار سيد الأدلة الغربال إيد واحدة وبعضمة لسانه بيج رامي بيج الأهلية والشمال حمراء عن النبيل إسماعيل داود وفي أسرار الملك سلوك يعيش دائما وفي مجلاتنا اليوم ومن أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة يا جماعة في ليلة اللقاء المؤثر جدا 25 في القاهرة 29 اللي هو الثلاثة اللي جاي إن شاء الله في العاصمة السنغالية داكار بإذن الله تعالى نطمن حضراتكم على كل أحوال المنتخب ونشوف كواليس الجهاز وكل آخر تصريحات كارلوس كيروش وآخر تصريحات أيضا سيسيو القوى الفاعلة هنا وهنا ونشوف مظاهر هذه المباراة الكبيرة اللي كل المصريين فيها إيد واحدة بإذن الله